رفضا واستنكرا لاعتداء الاحتلال للممنهج ضد التواقم الطبية والاسعاف في المحافظات الجنوبية والشمالية اعتصم كوادر اسعاف جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية في عدة محافظات بالضفة للمطالبة بوقف الانتهاكات بحقهم وحق زملائهم خاصة في قطاع غزة ففي طول كرم اعتصم ضباط اسعاف جمعية الهلال الاحمر امام مركز الاسعاف رفقة الكوادر الادارية والمتطوعين وممثل الفصائل والمؤسسات للمطالبة بحمايتهم من اعتداء قوات الاحتلال واستهدافها لمراكزهم ومركباتهم وكوادرهم وسط استشهاد واصابة العشرات منهم ومنعهم من اداء عملهم هذه الطواقم يجب ان تكون غير مستهدفة اصلا وبالتالي هذه الوقفة لمناشدة المجتمع الدولي وتفعيل القانون الدولي الانساني وحركات الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر في كل مكان للوقوف مع جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في هذه الوقفة السورة ذاتها في الخليل حيث نظمت جمعية الهلال الاحمر وضباط الاسعاف مسيرة جابت شوارع المدينة وانتهت بوقفة على دوار ابن رشد حيث طالبوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل ووقف انتهاكات الاحتلال بحق ضباط الاسعاف بقطاع غزة والضفة الغربية مع تسجيل اكثر من 140 اعتداء على توقم الاسعاف في المحافظات الشمالية وحدها منذ بداية عدوان الاحتلال قبل اكثر من اربعة اشهر هناك استهداف ممنهج من قبل الاحتلال تم استهداف اكثر من مرة لطواقم الاسعاف وهناك اكثر من 14 شرهيدا واكثر من 20 جريحا على سل الشفاء حتى اللحظة فكانت تتويجا لهذه الجرائم والمجازر بحق الاسعاف بالامس عندما تم العثور على رفاة الاخوة الزملاء محمد احمد المدهون ومحمد الزين الذين ذهبوا لاسعاف الطفل هن هذه الجريمة المركبة من قبل الاحتلال للأسف الشديد هذه الجريمة تم التنصيق لطواقم الاسعاف للخروج اليها من قبل الهيئات الدولية وتحديدا الصليب الاحمر من اجل اخلاء الاصابة للأسف الشديد بعد وصولهم الى الموقع تم استهداف من قبل طيران الاحتلال بشكل مباشر سلتنا احنا كضباط اسعاف يعني نشعر بالخزي نسعر بالاهانة نشعر بالذل نشعر بيعني لا طاقة لدينا ما في ايدينا من قدر نقدمه للزملائنا واهلنا في غزة طواقمنا في غزة عمنا كل يوم التاني وامبارح بالتحديد سمعته الكل سمع الاعلام انه تنين من شهداء ضباط الاسعاف صغطوا اثناء تأدية خدمة الاسعاف التزايد المستمر بحجم الاعتداءات والانتهاكات بحق المسعفين والطواقم الطبية امر يهدف من خلاله الاحتلال ومنعهم من اداء رسالته من الانسانية والاخلاقية تجاه ابناء شعبنا وهو وجه من وجوه العدوان المستمر الذي يطال البشر والحجر في غزة والضفة صرخة طواقم وكوادر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني انما تعبر عن واقع مؤلم لكن السؤال يبقى هل من مجيب ايهاد ضمي للتلفزيون فلسطين طول كرم اشتركوا في القناة